السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم شاء الله جبتكم وصفة سريعة خفيفة سهلة جدا بالبادنجام في دقائق تكون محضرة بإذن الله تعالى أتمنى لكم إذا كنتم أول مرة تشاهدوا قناتي وتكتشفوها اشتراك بالقناة بالضغط على المربع الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس لتصلكم كل وصفتي الجديدة وما تنسونيش بالجام والتعليق أسفل الفيديو بسم الله على بركة الله هنا عدنا حبات البادنجام عندي حوالي 5 أو 6 حبات مهم هنا عندي كيلو تاع بادنجان اغسلته ونشفته والآن أراني نقطع فيه أول شيء غادي ننقيه نقلع على هاد القطمير ولا هادك الشوك هادك الفوقاني نقلعوه ونبدو ننقو في الحبة تاع البادنجان تاعنا بهذا الشكل ونقطعوها على بركة الله وصفتنا نهار اليوم سهلة جدا وأيضا صحية يعني ما فيهاش مكونات بزاف ما فيهاش أجبان ما فيهاش بيض ما فيهاش لحوم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها كما راكم عاوديني هنالنقلعها في القشرة تاعه وليتبغي تخليه بالقشرة ننجم تخليها بالقشرة وهنايا غادي نقطعها كما هكا على اثنين نفتح الحبة تاع البادنجان ونقطعها الى شرائح بالطول وليتكون الدنجالة تاحة وللحبة تاع البادنجال تاحة كبيرة يعني احتى هاد الشرائح وحتى النصف تاع البادنجانة تديرها على ربعة هكا باش ميجيهاش الليكاغو اللي بيغان ديرهم ولا المكعبات اللي بيغان ديرهم يجوهاش أكبر هنا غادي نقطعها كما هكا باش نتحصلوا على مكعبات من نفس الحجم نوصل كل كمية تاع الحبات تاع البادنجال ونرجع لكم بإذن الله يتعالى هنا بعد اللي قطعت كل الحبات تاع البادنجال شوفوا معايا هنايا شوفوا احتى المكعبات اللي قطعتهم يكونوا من نفس الحجم باش يطيبونها في وقت واحد يعني ما تطيب ليش وحدة وحدة ما تطيبش كما تعرفوا البادنجال ما ياخدش وقت بزاف الطياب الان فوتوا مباشرة الوصفة تاعنا اول شي جبت طنجرة تضغط للكوكوت غادي نحط فيها اربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي هنا تقدروا تاع خدموا بالزيت الزيتون جيتاني بنينة او شابه بزيف زيتون هنا جبت البصل عندي زوش حبات بصل متوسطتي الحجم هنا يبشرطهم برقيق راهم بشهرين رقيق نحطوهم فوق هاداك الزيت ولا زيت زيتون كما بغيتوا تخدمو هنا غادي نحطوهم فوق النار حتى يتكرملولي بهادا الشكل هنا تكرملو لي حاولي تلت دقائق خداولي اللون الذهبي والان راح نجيب هنا يا طماطس ولا الطماطم زوج حبات ثاني متوسطتي الحجم بشرطهم بعد اللي قلعت لهم عفوا ولا نزعت لهم القشرة تاعهم راح نحط هاداك الطماطم فوق البصل ونخليها الطيب حتى هي معاها مع ذيك البصلة والان بعد التحريك هكا باش متلسق ليش نجيبو هنا يا التوم عندي زوجه في صوص تاع التوم يكونوا كبار شوية سينو ديروا ثلاثة هنا غادي نطبو الشرحته هو الثوم وهنا نخلي الكل يطيب معا بعدها بعد اللي نحرق كل شي ونغطي عليه لازم تغطوه على الاصص تاعكم او السلصة هادي اللي ننذيرو فيها نخلوها حاولي تلت قائق ربعة حسب مطبلكم هنا نغطو عليها بالبلعة على كوكوت ونخلوها بلا من نزير هاداك البلاع ولا بلا من نقف له غير نحطها هاكا باش هاداك بوخار الماء يعطيني 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 النوع من السلصة اللي تكون فيها المارك تاحه اللي يكون فيها هاداك الجو تاحه ما تكونش السلصة ناشفة خليها تلت دقائق حتى ربعة ونوليكم هنا بعد مرور ربع دقائق شوفو هنا هي البخار الماء شعالة طعني هنا هي السلصة كمية لبس بها شوفو السلصة تاعي ما شاء الله صي وجدت هنا غادي نحن جيب هاداك البدنجال اللي قطعناه وكان على جهة ها هو هاداك البدنجال نحطه كل الكمية اللي عادنا فوق السلصة سهلة جدا يعني ما اشتديكم حتى الوقت حوالي عشرين دقيقات تكونوا موجدين هادي هاداك الاكلا هنا ينخلطو شوية هادا البدنجال مع هاداك السلصة غي شوية برك ما نخلطوش بزيف حتى ندلوها لزي بيس جبت هنا ملعقة صغيرة من الملح وحسب الدوق دايما نقولكم الملح راح نضيف هنا نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود اللي هو الحرور كي ما تقدروه هنا يا الفلفل الحمرة الحارة او البابريكا الحارة نضرت ملعقة صغيرة من الكمون الكمون جي شباب زيف في البدنجال نخلط كل شي كما هاكا واللي بسادوك حبات البدنجال بالتتبيلة مع السلصة كما هاكا خلطة خفيفة فقط وهنايا راح نجيبوا البلعة على كوكوت نغلقوا عليها والنار تكون متوسطة ندلو لها هنايا السفارة ونخلوها هنايا ربع ساعة لكن في هذه الربع ساعة كل خمس دقائق نقعد نحركوا فلاكوكوت بهذا الشكل ونقصوا النار بعد من اللي تسيف لكم السفارة نقصوا النار الى هادئة تماما ونخلوها الطيب بعد اللي مرتلي هنايا ربع ساعة غادي نفتحوا هنايا طنجرة الضغط وهنا نشوف الأكلة نشوفوا وجدة جات مشاء الله شفتوها صحية ما فيهاش مكونات بزيف رائعة جدا هنا كل واحدة وكيفش تفضلت تقدمها تقدميها كمقبلة تقدميها مع بطاة مقلية كما انايا تقدمتها حادرة بسيط جدا قلت معها ليفخيت تقدمتها مع الحار نبغي معها الحار تقدروا تديروا لها هنايا رشة عزيز زيتون انا كي نبغي ناكلها نحط معها شوية عزيز زيتون جي ما شاء الله ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تردوا ليفتا عليكم استودعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله